اشتركوا في القناة السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغا دي ديوغو كنتمنى تكونوا دائما باخير والاخير وفي احسن الاحوال شكرا لكم بزاف على الكلام الطيب وعلى تعليقات الاكتر من رائعة ووصفتنا دي النهار اليوم غتكون عبارة عن بسيطلات بمضاقة السمك غنديروهم بالدجاج وبالكروفات كيجيوا من الاد الاد ما يكون رائعين بحشوة مميزة وعجين اللي غنديروه بدون دقيق ابيض غنديروه غير بسميدة رقيقة نفس المقادير ديال الغايف اخر غايف نزلت لكم مؤخرا فغير بسميدة رقيقة وكيجيوا رائعين كيجيوا مقرمشين مورقين ورقة على ورقة كيما كتشوفو نمشيو على بركة الله نشوفو المقادير وطريقة تحضير انا درت هنا جوج كيسين ديال العنبة ديال سميدة رقيقة سميدة اللي كنديرو بها الحرشة مايو عادي الميتين وخمسين جرام ازت شوية ديال الملحة وربع معلقة ديال خميرات الحلويات وكاس ديال العنبة ديال الماء انا درتو غير من الروبينة تقدرو تديرو المادة في لك الجو بيرد بطبيعة الحال هنا انا ما درتش خميرة الخبز لاني غنت عطل عليه فالرغايف اللي من قبل درت فيهم شوية ديال خميرة الخبز كتساعدنا غير راس معلقة كتساعدنا ان هاد العجين ضغية ضغية كي يتطلق الى كنتو ديجا موجدين الحوشوة من قبل وبغيتو العجين بالزربة فممكن تديرو الخميرة ديال الخبز انا درت غير خميرة الحلويات كنكبو فيها هادا كلمة كيما كتشوفو كنغطيوها ونخليوها تشرب قبل من دلكوها من بعد تقريبا وحد خمستاشر دقيقة كنرجعو لها باش ندلكوها الى لقيتو ان العجين ديالكم قاسح بزيف فممكن تزيدو شوية ديال الماء بغينا عجين يكون شاد دراسو ماشي مطلوق لانا غنخليو يرتاح وغادي زيدي تطلق وايضا حتملي كندلكو العجينة رهاكا ترتاب يعني ما نخليوهاش مطلوقها من لول هدا هو القوام ديالو شوية كيلسق باليد ولكن را عجين لي شوية قاسح ماشي بزيف مهم شوية شاد دراسو صفي هنا يدهنت ايديه بوحد شوية ديال الزيت وكندهنو العجين وغنديروه في واحد البواطا او كيس بلاستيكي ونخليوه يرتاح وخغير خمسة ديال دقايق الى كان اكتر بطبيعة الحال يكون احسن من بعد كان ناخدو واحد طبصيل ندهنوه بالزيت وكنقطعو العجين الكورات بهذا الشكل ضروري ندهنوه يدينا قبل انا هنا خرجت منه استاديا الكورات يعني غيدي ليسا ديال بسيتلاس غادي نغطيهم ببلاستيك غدائي وهنا هدا هو الوقت المهم ديال الراحة هنا كل ما خليته هرتاح يكون احسن العجين ما فيهش الخميرة فممكن تخليه الوقت اللي بغيتو متعنا واحد ساعتين او اكتر هنا عندي فالحشوه حبا ديال بورو وبصلة شوية متوسطة وقزبرمعد نوس مقطعين وضفت شوية ديال زيت زيتون على البصلة والبورو وغادي نحطهم فوق النار يتشحروا هنا كنعطيكم مقادر خطوة خطوة وحنا كنحضرو الوصفة كنخليو هاد البصلة والبورو يتشحروا حتى كيبدو ياخدو واحد اللون دهبي من بعد غادي نزيد عليهم ميتين وخمسين جرام ديال سدر ديال الجاج انا دوز توفل هاشوار ممكن تقطعوه طريفات صغيرة الابويجو غادي نزيد واحد جوج فصوص او ثلاثة ديال تومة محكوكي وغادي نزيد وريقة ديال سيدنا موسا هنا هاد الكفتة ديال ديال الجاج كنحاولو نحلوها باش مطيبش لنا قطاع كبيرة بالنسبة التوابل عندي شوية ديال توابل ديال بسطيلة ديال الحوت الكامون سكين جبير الفلفل حمراء وشوية ديال البزار والهريسة اللي بغيتو تديروها بالنسبة الناس اللي تيبغيو الحار وبطبيعة الحال شوية ديال الملحة على حسب الضوق انا الفرميسال او الشعرية الصينية مادرتش فيها الملحة فديرو حسابها وردو البال الحامض مصير تيكون مالح لسو الصوجة غنديروها مالحة فاردو البال القياس ديال الملحة كنحاولو ندخلوها التوابل فال كفتة ديال الجاج وهنا عندي سقريبا معلقة كبيرة ديال الحامض مصير بالقشرة دياله قطعتو طريفات صغيرة وغادي نضيفو شوية ديال الكروفيت على حسب الرغبة الى كان موجود عندكم وغادي يعطي واحد الاضافة اللي يزوين هنا الكروفيت را ما كيبغيش طياب بزاف يعني كنضيفوه في اخر مرحلة هنا ضفت الشعرية الصينية ومع الزربان سيس ما قطعتهاش وغادي نرجع نقطعها بالمقسم من بعد وهنا شامبينيو اسود اللي رطبناه فالمه الشعرية الصينية انا كن رطبها غير فالمه بارد وشامبينيو انا دوي السوف لهاشوار نضافت هنا شوية ديال السلسة ديال المحار وشوية ديال الصوص صوجة اللي هي هادي والهريسة على حسب التوق سفيك ان نخلطو هاد شي انا غادي نقطع هاد الشعرية الصينية بالمقسم او نكمل معاكو حاولو تقطعوها ما تخليوهاش خيوطة طوال ما كتجيش ازوينه الابقات كتخرج من البسي ثلاثة صفي هنا ايه قطعتها غادي نخليوهم غير واحد شوية ماشي بزيف وغادي نضيفو قزبر معد نوس مقطعين في اخر مرحلة انا الكروفيت بعد المرات ما كان نشحروش كنديرو بحلا كاكفة الحشوة فرا ما كيحتاج طيب بزيف باش يبقى زوين صفي هنايا بعد ما الحشوة ديالنا بردات حيدنا هنفق النار بردات زيتها شوية ديال فرمج محكوك باش كنزيدوها تعليكة ايلا بغيتو ممكن تستغنوا عليه لما كانش عندكم ماشي ضروري صفي كنخلطوها الحشوة ديالنا جاهزة انا نخدمو بها غادي ناخدو العجين بعد ما كيكون ارتاح وغادي هندي هنا يزب دمدوبة مع الزيت اللي كندير فيه في الفلاحة كتكون عندي واحد القرعة ديال الزيت فيها في الفلاحة كندهن بها الورقة ديال بستيلة او كندير بها الرغايف على حسب الحنى العجين هنا لقيتو مازال خاصو الوقت في الراحة فبسطهم واحد شوية بحلقة كيما كتشوفو ممكن ديروا ليهم هادا الطريقة وتخليهم واحد ثلاثة دقائق او اربعة عاد تبدو تورقوهم فكي يعاونونا كي تلقو بسرعة صفي هناي انا ما خليتوش ارتاح مازال فغا ندير معاه شوية الخاطر كندهنو سطح العمل وكنبدو نورقو هديك الفلفلا حمراء اللي في الزيت كاس عطيو حدل لون زوين للرغايف غير هورا كان حيدوها ما كان ديروهاش في العجينة كم بدونج بدو العجين وكل ما ورقنا وكان العجين شفاف كل ما غيجيونا هاد الرغايف خفافين وغيجيو اكتر من رائعين غيجيو حسن من العجين المورق كنرشو الزبدة والزيت وغادي نطويو بطريقة العادية اللي كان طويو بها الرغايف يعني غنطويو على 4 وهنا ردو البال هادوك الجنيبات كيبقى وغلاد حاولو انكم ترقوه كنطويو على 4 وغندهنو هاد المستطيل انا هنا نسيت كنت غنطوي كندهنوه وعد كنكملو من طويو على 4 سوف نحطوه في طبصيل وكنكملو بنفس طريقة هنكملو رغايف كلهم طويوهم على 4 طوعه هنا العجين بدك يرتاح فكيبدأ يعطينا الطوع وكنقدر نورقوه رقيق كما بغينا نرشو الزبدة والزيت ونطويو كل ما بغينا نطويو كنديرو الزبدة والزيت غير ما نبالغوش يعني متكتروش بزيف مع الناس صايمين فميكونش لمس من ميتدم بزيف شفتو هنا يا كله وحده كنوصل لها كنلقاها تلقاها كتر من اللي قبل منها سفي بعد ما نكملو غادي نعمروهم هنا انا مشالي المقطع ما عرفتش كيفاش مشالي عمرتهم فيه فاخديت هاد المقطع من فيديو اخر نفس الطريقة اللي درت فكنبدأوا بأول رغيفة اللي طوينا كنبسطوها واحد شوية ونركزو على الجناب وكنحطو الحوشوة الوسط انا هنا درت غير رغيفة كبر من هادو وعمرتهم كتر من هكا يعني رغيفة اللي كبار على هادو صافي وكنبقوا غاديين بهالطريقة حتى نكملو العجين كلو فنفس الطريقة دي الخدمة هي اللي درت فا فالغيفة اللي هادو اللي شفتو صافي وكنبقوا غاديين حتى نكملو كنحاولو ان الحوشوة ما تبقاش تبا نغطيوها وكنضغطو الوسط باش كنتبتو العجين صافي بعد ما كملت انا عندي هادرا الفيديو اللي خديت منو كان فيها كيمية كتيرة انا ردرت غير ستاديا رغيف ليهو ما هادو دهنتهم باسفر البيض مع شوية دي الله صوصوجة ودخلتهم الفران يكون سخون مزيان من قبل فدقيقة او جوج دقيق اللولين كنعليوا النار غير من الاسفل الفوق طافي وكنخليوهم حتى كدوز واحد دقيقة او جوج وكنقصو النار يعني كنطيبوهم بحل عجيل مورق وكنخليوهم ياخدوا واحد اللون دهبي على خاطرهم مليك يتحمروا من الاسفل كنشعلو الفوق دائما النار مهيلة وهذا هو اشكلهم بعد ما خرجتهم زينتهم بفرمج محكوك ممكن ترجعوهم الفران غير يدوا بالفرمج وخرجوهم وزينتهم كذلك بقزبرة مع نص مقطعين كنتمنى ان الوصفة تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة كيجيوا من الاد ما يكون وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله